أهلا بكم من جديد أكثر من 250 شهيداً وشهيدة تحت جزهم سلطات الاحتلال في مقابر الأرقام أو ما تسمى بمقابر الأرقام إضافة إلى احتجازهم 15 شهيداً في ثلاجاتها منذ نيسان عام 2016 ولأن شهدائنا ليسوا أرقام ولكل منهم قصتها اليوم نتابع هذا الملف والقضايا التي سنتطرق إليها مع سلوى حماد ونصقة الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء سابس بوحيك سباً خير إليك ولكل المشاهدين كيف حالك اليوم؟ تمام يعني في أخبار كان جيد خليني أشير أنه مبارح تم تسليم جثامين ثلاثة شهداء من إم الفحم فبالتالي العدد اللي ما زال محتجز بالثلاجات هو 12 شهيد موجودين بثلاجات الاحتلال إضافة طبعاً كما ذكرتي لأكثر من 250 شهيدة موجودين في مقابر الأرقام بالضبط يعني بجانب هذه تسليم جثامين الشهداء الذين كانوا في الثلاجات آخر المسجدات كذلك في ملف يعني جثامين الشهداء في موضوع الشهداء الموجودين في مقابر الأرقام كنا قد قدمناك حملة وطنية لسداجة ثمين الشهداء في شهر أكتوبر الماضي من العام الماضي طبعاً التماس يحوي على 136 شهيداً وشهيدة الجلسة الأخيرة في هذا الملف كانت بطاريخ 16-3-2017 وفي هذه الجلسة عطت المحكمة العلية الإسرائيلية مهلة أربع شهور لجيش الاحتلال يبدأ بتوثيق الجثامين والبدأ بعمل فحوصات الـ DNA للعائلات لمطابقتها مع الجثامين ووجودة لدى الاحتلال دعيني أشير إلى الاحتلال لا يعترف بالعدد الذي نقوله وهو أكثر من 250 ولكن يعترف فقط بوجود 123 جثمان ويتذرع بأن هناك العديد من الجثامين التي لا يعلم عنها شيئاً أو التي ضاعت مع الزمن فعلياً كان هناك قرار من الجيش تم إبلاغنا به بأن عائلتين من عائلات الشهداء الموجودين في مقابل أرقام يتوجهوا إلى الفحص طبعاً يتم تحديد موعد الفحص وما كانوا من قبل الجيش ونقوم فقط بالإبلاغ فيه والتواصل مع العائلة وتسهيل موضوع وصول العائلة طبعاً في 25-7 كان هناك فحص لعائلة الشهيدة هنالي جرادات ذهبت الأم وأخت الشهيدة وقاموا بعمل فحص داخل معسكر عوفر في جنين أيضاً يوم الأحد القادم 30 شهر هو موعد لعائلة الشهيد أنور السكر دعيني أشير إلى أن الشهيد أنور السكر هو محتجز منذ العام 1995 والشهيدة هنالي جرادات من عام 2003 صحيح كيف يتم التواصل كذلك مع أهالي الشهداء بخصوص ذويهم الشهداء المحتجزين عند الأتلال فعلياً منذ انطلاقة الحمل الوطنية في العام 2008 بدأنا ببناء قاعدة بيانات لكل الشهداء الموجودين في مقابل الأرقام ولدينا أرقام العائلات تتواصل معها بشكل دائم هناك يوم وطني لسرداجة من الشهداء وهو 27 آب من كل عام تقريباً كل عائلات الشهداء تشارك في هذا اليوم من خلال الفعاليات التي يقرها أيضاً اللجنة الوطنية أو الحمل الوطني سدجة من الشهداء فبالتالي هناك تواصل دائم مع العائلات رغم كل المسافات والحواجز والبعد الجغرافي ولكن هناك تواصل دائم طبعاً في حال تبليغنا من الجيش باسم الشهيد المراد لعائلته وعمل فحص البيانات نقوم بداية بالتواصل مع العائلة وإطلاعهم على الموضوع وتبدأ هنا مرحلة الترتيبات يعني في موضوع وصولهم إلى المكان في موضوع إصدار التصريح من قبل الارتباط في موضوع التواصل مع محامي الجيش وغيره الموضوع أصعب قليلاً في قطاع غزة هناك تخوف من قبل العائلات في موضوع أن يتم التحقيق معهم أو يتم احتجازهم أو غيره أيضاً هناك إشكالية في موضوع الوصول إلى إيرز حسب معلومات جديدة كانت بالنسبة لي أنه موجود حاجز حكومة حماس في غزة حاجز أيضاً للسلطة ومن ثم حاجز إيرز فبالتالي يلزم التنصيق مع ثلاثة جهات حتى تتمكن العائلة من الوصول إلى المعبر حاولنا أن نجد بديل بأن يكون العائلة بعمل فحص داخل مستشفى فلسطيني وأن يتم إرسال العينات إلى المختبر في إيرز أو اللجنة الطبية المسؤولة عن الموضوع ولكن تم رفض هذا الموضوع ولا يوجد حل إلا أن تذهب العائلة إلى داخل المعبر هناك لجنة طبية تكون موجودة تأخذ العينات وهو فحص غير يعني غير معقد هم يأخذون عينا من اللعاب من قراءة بدرجة أولى للشهيد أو الشهيدة الأم أو الأب أو الأخت ويتم مقارنتها طبعاً مع الجثمان مع الجثمان بالتأكيد يعني بتحدثي عن تخوفات الأهالي أثناء تسليم أو بعد الإجراء خلينا نحكي من الإجراءات يعني لتسليم جثامين الشهداء لو بنتحدث أكثر عن التخوفات خاصة لعائلة الشهيد أنور السكر دام صحيح يعني أنا لما فحصنا الملف لأنور ولقينا أنه شهيد بال95 يعني مرور سنين على احتجاز جثمانه أيضاً كنت التواصلة على العائلة العائلة أيضاً تم قصف منزلها في الحرب الأخيرة على غزة عام 2014 والعائلة متخوفة جداً من موضوع الذهاب إلى إيرز يعني كان في عندهم أكثر من تجروا بيحاولوا يزدروا تصريح علاج أو كذا يعني لفتاة يعني أو صبية مريضة في المنزل ولكن تم رفضهم طبعاً ترفض إزداء تصريح لهم من الجانب الإسرائيلي فبالتالي كان هناك تخوف كبير من موضوع يعني استدعائهم للتحقيق الوالد والله طبعاً هم يعني اللي طول بعمرهم هم كبار بالعمر فبالتالي أصلاً صعوبة الوصول للموضوع هو حيكون معاناة بالنسبة لهم إن شاء الله الأمور رح تمشي على خير كنا بتنسيق مع صليب الأحمر اللي رح يرافق العائلة إنها تروح على إيرز وترجع مرة ثانية ونتأمل إنه سي للفحص بدون أي إشكالية إن شاء الله أكيد يعني شهداء كثر محتجزين في هذه المقابر منذ سنوات كثيرة وعلى سبيل المثال يعني الشهيد أنور السكر لكن لو بدنا نتحدث عن إدعاءات الاحتلال لرفضه لتسليم جثامين الشهداء لذويهم تاني بداية أوضح إنه موضوع فحص الديئنئي هو يعني لا يعني بأن سيتم تسليم الجثمان بعد أسبوع أو بعد شهر يعني أيضاً هناك عائلات قامت بعمل فحص الديئنئي في العام 2014 خمسة عائلات تحديداً من بيت لحم والخليل ونابلس وحتى هذه اللحظة لم يتم تسليم جثامين أبنائهم ولكن نحن عدنا للمحكمة في العام 2016 وطلبنا بأن يكون هناك إسراع في هذا الموضوع في حصات الديئنئي ومطابقتها وأيضاً تسليم جثامين الشهداء سئلت كثيراً من عائلات باقي الشهداء لماذا لم يتم استدعائنا لا نعلم ما هي الطريقة التي يتعامل فيها الاحتلال أو نيابة الجيش في هذا الموضوع لكن نتوقع أن يتم عمل الفحصات باقي العائلات في القريب العاجل يعني بهذه الأعداد للأسف وعدى عن ذلك منذ عام 2016 كذلك خمسة عشر شهيد جديد يعني في مقابر هو من بداية أكتوبر 2015 بداية تحديداً في تاريخ 13 عشرة 2015 أصدر الكابينة قرار بالبدء باحتجاز جثامين الشهداء طبعاً كان جثمان شابين فقط موجودين في الثلاجة لما تسلم لعائلاتهم أذكر الجثمان الشهيد ثائر أبو غزالة اللي كان مستشد بتاريخ ثمانية عشرة 2015 منذ هذا التاريخ وحتى هذه اللحظة تم احتجاز ما يزيد عن 193 شهيد وشهيدة طبعاً تراوحت فترة الاحتجاز ما بين ثلاث أيام وما بين يعني 14 و15 شهر حتى هذه اللحظة هناك 12 جثمان محتجز أقدمهم الشهيد عبد الحميد أبو سرور من 18 أربعة 2016 وحتى هذه اللحظة وآخرهم الشهيد محمد تنوح للإستشهد الأسبوع الفائت في أتقوع يعني بكل هاي الأمور يعني هذا الموضوع يعني يعني ما حان الوقت أنه فعلاً يحتاج لتحرك شعبي دولي لتسليم جثمين الشهداء حلاً في موضوع التحرك الشعبي يعني صراحةً هاي القضية برزت على الساحة أكثر في آخر يعني خليناً كل سنتين مع عودة الاحتلال لإحتجاز جثمين الشهداء خلينا أقول كمان أنه في الموضوع الدولي يعني نحتل الإسرائيلي هو آخر يعني دولة عم تقوم باحتجاز جثمين الشهداء وهذا يعني جزء من زيادة عذباتهم للعائل الفلسطينية بأنه ما تشوف ابنها يعني أحكي لك أنه يعني كثير مرات يتم سؤالنا هل من الممكن أنه ما يكونش يستشهد الشب ومش موجود بالثلاجة هل يمكن أنه أمي كانوا يعني أصيب وتم اختطاف أو تم أخذوا يعني وهو موجود في الأسر يعني هاي دائماً يعني طالما العيلة مش شايفة الجثمان يبقى هذا التفكير حاضراً يعني لدى العيلة ويعني دائماً نسأل من العائلات ولكن الاحتلال الإسرائيلي يعني إحنا شايفين بكل موارسات أنه عم بيعملها كب القدس أو في كل مراطق المحتلة هو يعني لا يتوانى أنه يعذب مجتمعنا الفلسطيني بأي طريقة كانت قبل يومين كان فيه محكمة بخصوص الشهداء الثلاث من مدينة أم الفحم ويعني اسمحيني كمان أحي مؤسسة عدالة على يعني المحامي مؤسسة عدالة اللي كان مترافع بهاي القضية واللي قدر أنه هو على مدار ثلاث أيام يظل يناور بالمحكمة لحد يتتحقق شروط العائلات الشهداء وما يتم تسليمهم بشروط المحكمة طبعاً أعطت مهل للجيش ثلاثين ساعة لتسليم الشهداء ورفضت الشروط اللي كانت تتحدث عن غرامة مالية عالية عن عدد معين فقط من مشاركين عن طاقة إعلامية ممنوعة وكل هاي التفاصيل أمبارح تم تسليم الشهداء طبعاً ساعة واحدة بالليل وتم دفنهم في مدينة إم الفحم يمكن كل شاف الفيديوهات العظيمة اللي كانت موجودة والحشود العظيم اللي كانت موجودة بتشيحهم احنا طبعاً متفاقلين بهذا الموضوع لأنه هذا يعني أنه أيضاً في جلسة المحكمة القادمة بخصوص الشهداء الموجودين في ثلاجات الاحتلال والمعينة بطريق 13-9 احتمال كبير يكون في رد إيجابي بأنه المحكمة تقضي بتسليمهم بدون أي شروط الموجودين أكيد في الثلاجات بالضبط يعني في محكمة وأيضاً هناك أكيد متابعة من قبلكم فلو بنتحدث كذلك عن متابعة بحد ذاتها للموضوع كيف بتتابع هذا الموضوع بشكل مستمر هو فعلياً في موضوع الشهداء الموجودين في المقابر إحنا ما زلنا حتى هاي اللحظة بنتلقى بلغات وكمان أنا بناشد العائلات اللي ما بلغت الحملة الوطنية يعني وجود جثمان ابنها في مقابل أرقام وحبين إنه نبدأ الإجراءات القانونية في هذا الموضوع إحنا مستعدين تقدروا تتواصلوا معنا في مركز القوة المساعدة القانونية حقوق الإنسان إنه محتضن الحملة الوطنية هلأ في موضوع الشهداء الموجودين في مقابر إحنا تقريباً عنا قاعدة بيانات كاملة لأكثر من 250 شهيد وشهيدة باستمارات بملفات جاهزة لكل شهيد بتحوي طبعاً الحملة اشتغلت عليها من 2007 إلى حديث اليوم بتحوي معلومات استمارة استمارة معلومات عن الشهيد بتحوي أيضاً ما كتب عن الشهيد أو بيان استشهاده من مضم الكامل تمائلها صور استشهاده وغيره فهي بروسس هي متبعة من بداية الحملة فبكون سهل إنه إحنا نوصل لعيلة الشهيد أو نوصل حتى لمعلومات عن الشهيد في موضوع إشو هذا الموجودين في الثلاجات لما يصير في استشهاده يتم الإعلان عن احتجازه يعني بالعادي بتم تبليغ الارتباط الفلسطيني أو تبليغ العائلة بإنه الجثمان محتج ولا يتم تسليمه إحنا طبعاً منتواصل مع العائلة منزورها بالعادي منستنى مرور ثلاث أيام علشان نكون يعني نوعاً ما الوضع شوي أهداء وفي مرات كنا ننزل بنفس اليوم إذا العائلة تصلت علينا وتواصلت معنا إحنا ننزل بنفس اليوم منزور العائلة نفس الشي منعب استمارة معلومات للتوثيق مناخد وكالة من قريب درجة أولى الأب الأم الزوجة الأخ ونبدأ بالإجراءات القادونية اللي هي طبعاً تاخد وقت طويل بدايةً بتم مراسلة الجيش والشرطة في موضوع الطلب العائلي بتسليم جثمان إبنهم أيضاً يعني فيما بعد إذا ما كانش فيه تجاوب من قبل الجيش أو الشرطة أو كان الرد سلبي بما أنه لن يتم تسليمه من روح للمستشار القضائي لوزارة العدل نفس الشي منستنى لا يتم الرد علينا أن يبعث أكثر من مراسلة بالغالب لا يتم الرد أو يتم الرد بأنه لن يتم تسليمه وكان في حالي واحد فقط قبل ثلاثة أسابيع الشهيد مهند أبو صفاقة منتو الكرم إجانا رد من مستشار القضائي لوزارة العدل بأنه سيتم تسليم جثمان في الأيام القادمة فعلياً يعني الرد كان يوم الخميس يوم الجمعة تسليم جثمان الشهيد في حال لم يتم تسليم جثمان الشهيد بعد كل هذه المرحلة إحنا نروح للمحكمة العليا بنرفع التماس للمطالب سرداد جثمان وبصير الموضوع عندي المحكمة طبعاً بعد موافقة الأهل لأنه وصول القضية للمحكمة هو بياخد وقت طويل لأنه من تحديد جلسات من مواطني من الجيش من أسباب والدعاءات مش حقيقية المحكمة بترفض برجعوا ببعطوهم مهلة برجعوا مديد المهلة الموضوع باخد كثير وقت يعني في بعض يعني ضيما حكتلك جثمان الشهيد عبد الحميد أبو سرور هو يعني من تاريخ 18 4 2016 وحد اليوم هو موجود في المحكمة ولم يتم حتى هي لحظة الإفراج عن جثمان إن شاء الله يعني كل جثامين الشهداء ترجع لأهاليها يعني دائما يعني ملان قضايا عنا يعني قضية الأسرة قضية الأقصى حتى يعني يعني إحنا مش خلصين من هذا الاحتلال لا أحياء ولا أموات فإن شاء الله يعني ترجع كل جثامين الشهداء أكيد مشكورين على جهودكم ويعني هذا يعتبر نضال منكم لحتى يعني تسعوا دائما لا استرجاع جثامين الشهداء والأهل وذويهم يشوفوا يعني هذا يعني ابنهم أو بنتهم صحيح صحيح احنا متأمل يعني تكون في أخبار جيدة في الأيام القادمة وكمان منتأمل أنه هذا الاحتلال يتوقف عن فال احتياج جثامين الشهداء لأنه يعني هو فعليا شيء كثير صعيب على العيلة وعلى المجتمع بشكل عام هي أشياء غير إنسانية ولا تحترم الإنسانية شكرا كثير إليك سلوة حمد منصقة الحملة الوطنية لإسترداد جثامين الشهداء شكرا إلى هنا مشاهدينا نكون قد انتهينا من هذه الحلقة مني ومن تاقم العمل كل شكر على حسن المتابعة لقاءنا يتجدد يوم السبت الساعة التاسعة صباحا هذه الحلقة تعاد على الساعة الواحدة بعد منتصف الليل نتمنى لكم نهاية أسبوع جميلة برفقة الأحباء والأصدقاء إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة